يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة وعادة دوري المصري الممتاز بكرا ان شاء الله مباراتين في عودة الدوري في الجولة الاثناشر بعد غياب اكتر من شهر بسبب كأس الامم الافريقية ولنا احلام وامنيات وتطلعات نحن نشوف مباراة قوية نشوف منافسات قوية نشوف مركز اول وصدارة عليها منافسة نشوف المراكز الاربعة الاولى عليها منافسة نشوف صراع على الهبوط مش كبير يبقى فرق قليلة مش كل الفرق نفسنا نشوف دوري فيه ندية كبيرة وعشان نبقى امين بصراحة 11 جولة اللي فاتوا كان فيهم ده الى حد كبير الى حد كبير الفرق كلها بتلعب كويس الفرق كلها عندها روح تنافسية في المباريات مفيش فرقات كبيرة حتى فرق القمة زي الاهلي والزمالك وبرامدز وفيوتشر وزيد فيه منافسة بتحصل بينهم وبين الاندية الاخرى في كل المباريات واللي انا بتمنى احنا متأخرين بطبيعة الحالة وممكن نديها المبرر المرادة انه كاسلهم الافريقية اخرنا شوية بس متأخرين عن باقي الدوريات اللي في الدنيا يعني الدوريات اللي في الدنيا في اسبوع 20 و21 و22 و23 احنا متأخرين قوي بس ما فهم يعني تمام نرجع بقى هديين هديين على مستوى الطباع والتعامل حماس كبير جدا على مستوى اللعب بس مشاكل نقللها شوية والمشكلة الاكبر دايما عندنا في القرى المصرية دايما يعني التحكيم يقول لك التحكيم في مشاكل التحكيم بتاعنا كان امتياز في كاسلهم الافريقية بشهادت العالم بشهادت القرى الافريقية كلها كافراد احنا ما عندناش مشاكل في الحكام عندنا مشاكل في انه الحكم بيتعرض دائما وابدا لضغط مبالغ فيه هنا في الدوري المصري نرفع عنه منضغط شوية عشان احنا كأندية اهلي زمالك اسماعيلي مصري وهكذا تضمن ان الحكم يديك افضل جودة ممكنة متى لما بتضغط على الحكم ما بيديش افضل ما عنده عارف بالزبط عاملة زي ايه زي انا بتيجي تقول ايه الضغط على اللاعب الفناني دوت هو اللي خلاه ما يظهرش المستوى كويس اقول الحكم ده زي اللاعب زي المدرب اللي بتضغط عليه ما يطلعش افضل ما عنده نقلل ضغوط شوية عايزين مسابقة بقى منتظمة عايزين مباريات منتظمة عايزين الاندية الكبيرة اللي بتشارك في البطوات الافريقية ما تطلبش تأجيل كل شوية عايزين قوة كبيرة جدا من الرابطة رابط الاندية في مواعيد المباريات وقوة كبيرة جدا من اتحاد الكورة في اتصاد لأي حد يتخط حدوده فيما يخص التحكيم عايزين حزم عايزين تركيز في الكورة وقادرنا خلاص قادرنا يعني ان منتخبنا المصري بياخد من الدوري بتاعنا عند لاش محترفين كتير فالغالبية العظمة بتبقى من الدوج فعايزينه دوري مثالي دوري ما فيهوش غلطة احنا خدنا خطوات له قدام خدنا خطوات على مستوى النقل وعلى مستوى الملعب بدأت تتحسن شوية الجماهير بدأت تزيد شوية الاسعار بتاعت اللعيبة بدأت تنزل شويتين يعني فيه شوية حاجات بنخش فيها لقدام ماشي بس لسه كتير لسه كتير ان شاء الله بداية خير بكرة بإذن الله مع عودة الدوري طيب تعالوا نفكر بعضينا احنا كنا واقفين فين في الدولة المصري الممتاز بعد 11 جولة الترتيب كان عامل ازاي بتاع الدوري تعالوا نشوف بص يا سيدي زد في صدارة كدوة للترتيب من 10 مباريات بتسعتاشر نقطة ام بي بنفس الرصيد ولكن من 11 مباراة في المركز التاني الانتحاد سكندري في المركز التالت ولكن من 9 مباراة ب18 نقطة برامنس في المركز الرابع ولكن من 8 مباراة ب17 نقطة طلع الجيش في المركز الخامس ب11 مباراة ب17 نقطة سموحة ب10 مباريات في المركز السادس ب16 نقطة ثم المصري في المركز السابع من 9 مباريات 16 نقطة بايخ قوي موضوع أن كل واحد لعب عدل مباريات غير التاني دي بايخ قوي برضو إن شاء الله تتزبت بص بقى الأهلي بعيد بقى الأهلي خالص في عدل مباريات الأهلي في المركز السامن ولكن من 6 مباريات فقط 14 نقطة بالمراسة بقى الأهلي الوحيدة اللي مخسرش أي مباراة حتى يازل الله عظم سيراميك لوبترا في المركز التاسع من 9 مباريات 14 نقطة الجونة في المركز العاشر ب13 نقطة وباقي جدول الترتيب هتوبقى نقوله بالمراكز على طول مركز 11 مودرني فيوتشر الزمالك في المركز الـ 12 باديات المحلة في المركز الـ 13 البنك الأهلي في المركز الـ 14 الإسماعيلي في المركز الـ 15 والمكونون العرب في المركز الـ 16 والداخلية في المركز الـ 17 وأخيرا فاركو في زي الجدول الترتيب طيب ترجمة نانسي قنقر